ما هو عنوان القصة التي درسناها خلال هذا الأسبوع؟ القطة تحب الوردة القطة تحب الوردة ما هو الحيوان الذي تذور حوله أحداث الحكاية؟ إنه القط القط حيوان أليف يعيش مع الإنسان لنتعرف على حيوان آخر إنه الحصان يحتاج الإنسان إلى الحصان للتنقل من مكان إلى آخر وكذلك حمل البضائع وجره العربات لاحظوا الصورتين الصورة الأولى تظهر حصاناً يضربه صاحبه أما الصورة الثانية فهي لحصان يجر عربة مثقلة بالبضائع ما رأيكم يا صغار؟ هل أنتم راضون على ما يفعله صاحب الحصان في كل صورة؟ طبعاً لا إذن ماذا يمكن أن نقول له في كل حالة؟ عند النهي نقول لا تحمل الحصان بالأحمال الثقيلة لنردد معاً لا تحمل الحصان بالأحمال الثقيلة لا ترهق الحصان لنردد معاً لا ترهق الحصان في حالة الأمر نقول عامل الحصان برفق لنردد معاً عامل الحصان برفق اعتني بالحصان لنردد معاً اعتني بالحصان على غرار ما سبق ماذا نقول لطفل يضرب الكلاب دائماً؟ لا تضرب الكلاب لا تضرب الكلاب عامل الكلاب برفق عامل الكلاب برفق ماذا نقول لطفلة تترك قطها جائعاً؟ لا تتركي قطك جائعاً لا تتركي قطك جائعاً أطعمي قطك أطعمي قطك لاحظوا المشهد معي هذا كريم لقد أمسك بعصفور صغير ووضعه في قفص فرآه صديقه وبدأ يناه وينصحه أطلق صراحة العصفور أطلق صراحة العصفور لا تعذي بالعصفور لا تعذي بالعصفور الآن دوركم انطلاقاً من المشهد ركبوا جملتين الأولى تفيد الأمر والثانية تفيد النهي نلتقي في الحصة المقبلة شكراً لكم أملأ الفراغ بما يلي وأكتب الجمل ضرباً ما أجمل زقزق ريش هذا الطاووس ضرب الراعي الذئب العصفور فلتحاولوا إنجاز النشاط أطلق قديم للمعيز على قbel والمعيز على قبل نهائي عصري كم اشتركوا في القناة الفرس يسمى صوته صهيل القطة يسمى صوتها مواء ونسمي صوت الكلب بالنباح البقرة نسمي صوتها بالخوار وفي الاخير لدينا البومة صوتها يسمى نعيق ونمر إلى النشاط الثالث أكون من المقاطع كلمات وأكتب الجملة إذن لدينا صوت 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 صهيل الفرس والآن سأرتب الكلمات لأحصل على جملة مفيدة إذن مهنة للتفكير ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من يقرأ الساعة الرقمية في المثال الأول نعم إنها الحادية عشر وخمسة وأربعون دقيقة سنمتلها على ساعتنا العقربية نبدأ بالعقرب الصغير الذي يشير إلى الساعات إلى أين سيتجه العقرب الصغير نعم إلى الحادية عشر وإلى أين سيتجه العقرب الكبير مهلة جيد سيتجه إلى التاسعة ونقرأها الحادية عشر وخمسة وأربعين دقيقة أو التانية عشر إلا ربع جيد ننتقل إلى المثال الثاني من يقوم ويقرأ الساعة الرقمية في المثال الثاني نعم إنها السابعة وخمسة عشر دقيقة نمتلها على ساعتنا العقربية العقرب الصغير إلى أين سيتجه؟ جيد سيتجه إلى سبعة حسن جداً والعقرب الكبير إلى أين سيتجه؟ ممتاز سيتجه إلى ثلاثة ونقرأها السابعة وخمسة عشر دقيقة أو السابعة وربع جيد نمر الآن إلى تمرين تطبيقي لاحظ مصار الحافلة وميز الجواب الصحيح نلاحظ جيداً هذا المشهد حافلة تمر في مصارها عبر عدة محطات تنطلق الحافلة من المحطة رقم واحد على الساعة الثانية وتقطع خمسة عشر دقيقة بين كل محطتين السؤال الأول تصل الحافلة إلى المحطة اثنان في الساعة الثانية الثالثة أم الثالثة والربع أحيط بخط مغلق الجواب الصحيح ممتاز تصل على الساعة الثانية وخمسة عشر دقيقة السؤال الثاني تكون الساعة عند وصول الحافلة إلى المحطة ثلاثة الساعة الثالثة إلا ربع الثانية والنصف أم الثانية والربع مهلة للتفكير ثم أحيط الجواب الصحيح نعم الجواب الصحيح هو الجواب الثاني إنها الثانية والنصف السؤال الثالث تصل الحافلة إلى المحطة أربعة على الساعة الثانية وخمسة وأربعين دقيقة ما هي المدة التي مرت على انطلاقها من المحطة واحد هل هي خمسة عشر دقيقة ثلاثون دقيقة أم خمسة وأربعون دقيقة أحيط بخط مغلق الجواب الصحيح مهلة للتفكير الإجابة خمسة وأربعون دقيقة حسن جدا السؤال الأخير عند وصول الحافلة إلى المحطة ثلاثة ما هي المدة الزمانية التي تفصلها عن المحطة خمسة هل هي خمسة عشر دقيقة ثلاثون دقيقة أم ساعة واحدة فكر جيدا أحيط بخط مغلق الجواب الصحيح المدة الزمانية التي تفصل الحافلة من المحطة ثلاثة إلى المحطة خمسة ممتاز إنها الإجابة الثانية ثلاثون دقيقة حسن جدا ساعة واحدة إلى المحطة خمسة regardez bien cette image qu'est-ce que vous voyez qu'est-ce que vous voyez sur cette image une fille c'est une fille cette fille s'appelle Sarah elle s'appelle Sarah qu'est-ce qu'elle a dans les mains elle a un poussin un poussin que fait Sarah que fait Sarah Sarah caresse un poussin Sarah caresse un poussin Sarah caresse un poussin quel est le son qui se répète plusieurs fois dans cette phrase c'est le son c'est le son et où est-ce qu'on le trouve on le trouve dans Sarah caresse et dans poussin regardez bien les mots Sarah caresse poussin est-ce que le sens c'est écrit de la même manière dans les trois mots non dans Sarah on trouve un seul s et dans caresse et poussin on a deux s Sarah avec un seul s caresse et poussin avec deux s maintenant on va passer à la phase de l'entraînement et la préparation à la copie de la phrase prenez vos ardoises prenez vos ardoises suivez et écrivez en même temps sur les ardoises suivez et écrivez en même temps sur les ardoises on commence la copie de la phrase le premier mot Sarah 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 S je vais faire une petite montée vers la première interligne une petite descente et un crochet à côté je vais écrire la lettre A Sarah 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 A à la fin si vous avez bien remarqué les quatre lettres qui composent le mot Sarah n'ont pas dépassé la première interligne passons maintenant au deuxième mot Sarah Sarah caresse Sarah un C A R E deux S alors S je vais l'écrire de la même manière que la première donc je vais faire une petite montée vers la première interligne et je ne dois pas dépasser la première interligne une petite montée un crochet et à côté je vais écrire la deuxième lettre deux S E caresse Sarah caresse un poussant deux S de la même manière I N Passons à la réalisation sur les cahiers Prenez vos cahiers Prenez vos cahiers Tracez un point de départ sur le cahier un carré après la ligne rouge un carré après la ligne rouge copiez sur vos cahiers la phrase Sarah caresse un poussin mot par mot en respectant les normes de l'écriture cursive copiez sur vos cahiers alors maintenant copiez la phrase Sarah caresse un poussin Sarah caresse un poussin vous avez deux minutes pour finir votre copie Comparez maintenant ce que vous avez écrit avec la phrase écrite au tableau est-ce que vous avez bien respecté les normes de l'écriture cursive ترجمة نانسي قنقر